بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم النهار دي حبيبي ان شاء الله هنعمل مع بعض صنية الكوسة بالفراخ بطريقة سهلة جدا اسهل من صنية البطاطس بكتير يلا نسامي بالله ونشوف هنعملها ازاي اول حاجة عندي كيلو من الكوسة كده انا قشرته غسلته كويس وقشرته وبعدين هنقطعه مع بعض زي ما احنا شايفين جبت القطع اللي هي بتاعة المخلل اللي هي في اي دي دي علشان اقطع الكوسة بيها بدل السكينة تبقى تدي شكل حلو كده وتبقى مشرشرة وشكلها جميل هقطع الكوسة عندي قطع كبيرة شوية سميكة ما تكونش رفيعة علشان انا هحطها في صنية مع الفراخ واحنا عارفين الفراخ ممكن تاخد وقت شوية عن الكوسة لان الكوسة طبعا من الخضار الحساس وبيستوي بمنتهى السهولة فانا بقطعها كده سمكها على الطخين شوية علشان خاطر ما تتهريش مني قبل الفراخ ما تستوي تمام دي اول خطوة تاني خطوة بقى هنخلص الاول للكوسة زي ما احنا شايفين الكوسة من الخضار الجميل جدا اللي كله فيتامينات وفيها بوتاسي معالي جدا لازم نأكل منها لان هي بتساعد على التخسيس وحلوة في الرجيم ومفيدة وصحية جدا ده البصل اللي كنت مفرزا معاكو زي ما احنا شايفين تحفى جدا بغطيه بالستراتش راب كده واغطيه في باب التلاجة بيقعد معايا من اسبوع العشر تيام استخدمه زي ما احنا شايفين بعد كده بجيب الفراخ بتاعتي اللي هحطها في صنية الكوسة اخد معلقة من البصل كده كبيرة اتبلها كده بيها وممكن انزل في المرحلة دي برضو بالتوابل بتاعتي بس انا هحطها على النار مرة واحدة هبتدي بقى اجي في صنية اللي هعمل فيها الصنية الكوسة انزل بحوالي 3 معالق من الزيت وسيبه يسخن جدا جدا كده اشوح بالفراخ بتاعتي تشوحتين بالبصل بتاعها وانزل عليها بالبهرات البهرات عندي ملح عندي فلفل وهيل وهيل بودر فلفل اسود وهي البودر وكمان عندي ورق لورة ورشة صغيرة كده من الكمون هبتدي برضو اشوح في الفراخ بتاعتي لحد ما تاخد لون كده من الجلد وبعد كده احركها شوية في جنب وابتدي اجيب معلقة كبيرة من التوم احنا عارفين ان الكوسة والتوم بيتفقوا جدا مع بعض والكوسة بتحب التوم جدا فبنحط معلقة كبيرة كده اشي الفراخ بتاعتي على جنب على بال محمر التوم اشوحوا كده مع البصل اللي كان مع اللي كان على الفراخ ادي لهم تشويحة كده وبقى حريصة جدا ان التوم بتاعي ما يتحرقش علشان ما يمررش معايا في الاكلة اول ما التوم ريحته تطلع كده انزل بطرنشات الكوسة اللي انا مقطعها شايفين معايا شكلها تحفة جدا ازاي هبتدي بقى قلبها تقلبتين كده في التوم والبصل تتشوح وتتشمع كده في الزيت مع التوابل وبعد كده انا عندي طبعا لتر عصير طماطم عصارت الطماطم في شفشاء الخلاط وصفتها كويس جدا من التفل ورجعت الفراخ بتاعتي بحطها في الاول كده على دهرها لحد ما تستوي وانزل عليها بعصير الطماطم اللي انا مصفيها كويس جدا وابتدي بقى ازبط الملح بتاع الصنية بتاعتي علشان الفراخ والكوسة يشربوا بقى من الملح والتوابل ويطلع معانا ان شاء الله اطعم والازل صنية كوسة بمنتهى السهولة عملناها بحاول اغطس بس ايه الفراخ شوية معايا كده علشان خاطر تستوي كويس جدا عندي قطعة من الفلفل السبايسي كده هحطها مع الصنية بتاعتي عشان تديلها طعمه هناكها حلوة هسيب الصنية على البتجاز تستوي بعد مغطتها ولما بيتستوي والفراخ معايا واتأكد من سواها بدخلها تحت الشواية اخدت لون تحفة جدا كده زي ما احنا شايفين شكلها يفتح النفس الفراخ مستوية جدا معايا ما شاء الله تبارك الرحمن وكمان الكوسة ما شاء الله ما تهارتش معايا القطعة بتاعها محتفظة بقوامها مستوية بس ما تهارتش طعمها خطير شربة من التوابل والسلسة والفراخ مدية طعم للكوسة وكمان الفراخ واخده من طعم السلسة كده بالتوابل وتعتبر ما شوية كمان قدمتها زي ما احنا شايفين كده مع رز بشعرية وكمان بتنجان مخلل احنا عملناه مع بعض وشوية صلطة خضرة وكان يوم جميل وبالفة هانا وشفة على الاكل وعلى اللي بيشوف معنا ويا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لي لايك وشير والسلام عليكم